بسم الله الرحمن الرحيم في حلقات سابقة احنا اخدنا الباب الاول بدأناه باجاد المجهول ويكملنا بعد كده في الحلقة السابقة الباب التاني اللي هو كان بدايته زمن التشغيل وبعد كده بدأنا في تكاليف الانتاج طيب هي تكاليف الانتاج عندي او تمن بيع القطع احنا اتفقنا ان انا في مجموعة خطوات عندي لازم اعملها علشان خاطر اوصل بالاخر لتمن بيع المنتج طيب ايه الخطوات اللي عندي اللي انا تعودت عليها وحلت عليها فعلا تمرين الحلقة اللي فاتت اول حاجة عندي بجيب مجموع الاجزاء ايه مجموع الاجزاء دي او ايه المقصود منها المقصود من مجموع الاجزاء هو ترتيبة لو انا عندي الوان او عندي انواع او عندي ابر يبقى في الثلاث حالات دول انا لازم اجيب مجموع الاجزاء طيب دي اول حاجة طيب ايه الحاجة التانية ان انا ببدأ اجيب الطول الكلي بالمتر يبقى اول خطوة عندي بجيب مجموع الاجزاء سواء للإبر أو للألوان أو لأنواع الخامات المختلفة والخطوة الثانية أو رقم اتنين في الخطوات بتاعتي بجيب الطول الكلي بالمتر طيب بعد ما بجيب الطول الكلي بالمتر للكمية كلها بجيب إيه بجيب الوزن سواء كان وزن بالرطل أو وزن بالكيلو جرام يبقى حسب نوع الخامة اللي هو مدهاني أنا بجيب الوزن يعني إمتى لو هو مديني قطن كتان حرير فبرام فسكوز أي خامة طبيعية يبقى في الحالة دي بجيب فيها الوزن بالرطل طيب ولو هو مدهاني تيكسا أو دينيار بيبقى الوزن فيها بالكيلو جرام أما لو هو كانت ترقيم متري بيقى برضو فيها الوزن بالكيلو جرام والقانون بتاعها بيختلف طيب بعد ما بنجيب الوزن بالرطل ببدأ أجيب التمن تمن للكمية كلها اللي أنا استخدمتها بعد التمن ببدأ أجيب الأجور إيه الأجور بتاعتنا كل جنيه اتصرف على الكمية بتاعتها من أول أجرة لف وتودوير أجرة تشغيل أجرة تفصيل أجرة كاي أجرة تغليف وبعد كده بجيب جملة التكاليف اللي هي شاملة كل الأجور دي وبتضيف كمان لها المصاريف الغير مباشرة وبعد كده بجيب تمن البيع بعد إضافة الأرباح دي الخطوات بالتفصيل اللي احنا خدناها في الحلقات السابقة وهنكمل مع بعض النهاردة في حلقتنا النهاردة مع تكاليف الإنتاج وهناخد أفكار تانية ياريت تتعاملوا معنا إن احنا نبدأ نجيب الكتاب ونبدأ نلم الأفكار دي ونحلها ولو فيها أي استفسارات تبعاتولنا عشان خاطر نقدر نجاوبكوا قبل معايد الامتحان الكتاب بتاعنا زي ما أنا قلت قبل كده مليان أفكار والمؤيسات بتاعتنا لازم يكون عندك مهارة التفكير والتخيل يعني تتخيل إن أنت مشرفة في مصنع وتتخيل إن جايلك فعلا عميل وطالب منك إن أنت تعملي كمية وتبدأي تشتغل عليها يبقى إحنا عايزة المهارة بتاعتك إن هي تكون عبارة عن تخيل وتركيز وفهم طيب نبدأ مع بعض بقى النهاردة مع حلقتنا ونبدأ بالتمرين بتاعي ده التمرين اللي قدامي هوا بيقول لي مطلوب تشغيل 192 فستان طول الفستان الواحد 2.5 متر وعرضه 60 سنتي الماكينة المستخدمة نمرت 12 إنجليزي يبقى أول حاجة عندي هوا على الشاشة مطلوب تشغيل 192 فستان طول الفستان 2.5 متر وعرضه 60 سنتي الماكينة نمرت 12 إنجليزي وعدد أسطرس سنتي 16 الإبر من الوجهين وطول الغرزة 75 من 100 سنتي بترتيب 12 سنتي ورستيد يبقى هو هنا بدأ لي إن هو عايز 12 سنتي ورستيد نمرته كام؟ نمرته 18 ثمن الرطل منه 30 جنيه وبعد كده مديني النوع الثاني قال لي 4 سنتي قطن نمرته 48 على 2 وإحنا عارفين إن كل الخامات الطبيعية بتتقسم يعني دي كده مش 48 ده هتبقى 24 قطن وثمن الرطل منه 25 جنيه والاستيلاك عندي قال لي 4% دي كده بداية المسألة تكملتها والإنتاج بيتم على مكنتين يبقى أنا عندي هنا المصنع في مكنتين سرعتهم قد إيه 40 سطر لكل دقيقة وساعات العمل 8 ساعات أجرة اللف 1 جنيه للرطل من النوعين أجرة التشغيل للعامل 40 جنيه في اليوم يبقى أنا عندي العامل بيشتغل في اليوم وبياخد 40 جنيه على طول أول ما لقيت كلمة أجرة تشغيل وعمال أعرف على طول إن أنا لازم أجيب عدد الأيام وعندي بعد كده استهلاك مكينات 3 جنيه لكل مكينة في اليوم يبقى أنا لازم أجيب عدد الأيام وأجرة التفصيل 3 جنيه ونص للفستان ومديني مصاريف بعد كده 354 من 10 جنيه دي للأرباح وطالب مني بعد كده تكاليف الإنتاج وسمن بيع الفستان الواحد يبقى أنا عندي خطوات المسألة هنا بتقولي إن أنا مطلوب مني إنتاج 192 فستان الفستان دوت بتعمل من نوعين من الخامات إيه هم نوعين الخامات اللي بتعملوا مني القطن والصوف مديني ترتيب الصوف وورستد 12 والقطن 4 ومديني ده ده نمرة والده نمرة ومديني الوزن يبقى أنا في الحالة هنا أول خطوة عندي زي ما إحنا تعودنا هون نبص بقى معايا كده دي خطوات الحل اللي إحنا متعودين عليها خطوات حل تكاليف الإنتاج خطوات حل تكاليف الإنتاج بتقول لي إيه الخطوات دي؟ أول حاجة بجيب مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء سواء للإبر أو للألوان أو للأنواع الخطوة الثانية أو رقم اتنين إيجاد الطول الكل بالمتر اللي هو بيساوي عدد القطع في طول القطع بالمتر طب عدد القطع عندي هنا كان 192 قطع وبعد كده تالت حاجة إيجاد الوزن طبعا هنا أنا عندي نوعين الخامات أوتن وورست اللي يبقى الوزن هيبقى بالرطل وبعد كده هنجيب له التمن رابع حاجة عايز إيجاد الأجور يعني هنبدأ نحسب كل الأجور اللي اتصرفت رقم خمسة هجيب جملة التكاليف اللي هي شاملة إيه؟ ثمن خمات وأجور ثمن خمات وأجور ولأ وكمان بنضيف عليها المصاريف إيه المصاريف دي؟ دي المصاريف الغير مباشرة إيه المصاريف الغير مباشرة؟ بيبقى رقم هو مدهونية إما نسبة بحطها زي ما هي الرقم ده عبر عن إيه؟ مصاريف مية، مصاريف كهرباء، مصاريف تأمين سحر العمال يبقى دي اسمها المصاريف النسرية أو المصاريف الإدارية ودي بتنضاف زي ما هي وعندي بعد كده رقم ستة تكلفة القطعة اللي هي بتساوي جملة التكاليف على عدد القطعة وآخر حاجة عندي بجيبتها منبيع القطعة بعد إضافة الأرباح وهو لازم يكون يديني نسبة الأرباح بتاعتي 10%، 20%، 25% يبقى لازم يديني نسبة الأرباح طب نكمل مع بعض حل المسألة هدى أول حاجة هنا هجيب مجموع الأجزاء ليه جبت مجموع الأجزاء؟ عشان أنا عندي نوعين عندي وورستد وعندي قطن الورستد اتفقنا أنه ترتيبه كام؟ قال لي ترتيبه 12 والقطن ترتيبه 4 كتبنا هنا مجموع الأجزاء 12 زائد 4 تساوي 16 طب هو في الامتحان هيقول لي وجدي مجموع الأجزاء؟ لا مش هيقول لي وجدي مجموع الأجزاء هيقول لي وجدي الوزن بقى أنا بقى فهمة أن أنا أول خطوة لازم أعملها هي أن أنا أجيب إيه؟ مجموع الأجزاء يبقى 12 زائد 4 هتساوي 16 طيب بعد كده بجيب الطول الكل بالمتر طب أنا عندي عدد القطع قديه 192 192 طب والقطع الوحدة طولها قديه 2.5 متر طب أنا عندي قانون الطول الكل بالمتر بيساوي إيه نبص مع بعض كده 192 في 2.5 اللي هي عدد القطع في طول القطع بالمتر يبقى 192 في 2.5 يبقى أنا كده جبت الطول الكل بالمتر اللي هو أطلع لي 480 متر طيب بعد كده بجيب الوزن أنا عندي هنا قانون الوزن بإيه؟ أيوة أنا عندي هنا القطن وإيه؟ الصوف الوزن بالرطل الوزن بالرطل بيساوي العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة وقادي عدد أسطر الصانتي طول القماش بالسانتي على 100 عشان أحول لكل ده المتر بضرب في 35 على 32 عشان أحوله اليرضة وهنا نمرت الخيط بتاعي والطول السابت يبقى أول خطوة عندي في الحل أنا بكتب قانون الوزن بالرطل طيب هشيل العرض وهو قط الستين بتاعتي اللي هو عرض القماش 2 على 5 اللي هو ثابت التحويل 12 اللي هي الجوج أو العدة عدد الأوجه واثنين طول الغرزة 75 من 100 وعدد أسطر الصانتي 16 طول القماش 180 متر فعشان كده دربته في 100 أسمت على 100 عشان أحول لمتر دربته في 35 على 32 عشان يبقى بتحويل من متر إلى يرضى دربته في 104 على 100 عشان دي نسبة الاستهلاك كل ده كده تمام لكن أنا هنا أعلن ده ورستد وأعلن فيه ترتيب الترتيب بتاع الورستد كام كام من 12 يبقى أنا لو طبعت القانون وعوضت بالشكل ده من غير مضرب في 12 على 16 مسألة غلط ليه؟ لأن ده معناه أن الأمشة كلها ورستد لا ده هو هنا بيقولي فيه ترتيب فيه 12 ورستد وفيه 4 قطن فلازم أضرب فيه الآخر في 12 على 16 الـ 12 دي هي ترتيب الورستد والـ 16 هي مجموع الأجزاء تمام؟ أهي؟ ترتيب لي 288 من 10 طيب أنا كده جبت وزني مين؟ جبت وزني الورستد طيب عايز أجيب الوزني التاني اللي هو وزن القطن طيب نعم وزن القطن هيبقى نفس القانون اللي هو العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجو في طول الورزة في عدد أسطر السانتي في طول الأمش بالسانتي على 100 في 35 على 32 في نمرت الخيط في الطول السابت وهضرب في الاستهلاك وهضيف رقم 4 إيه اللي أربعة دي اللي هو ترتيب مين؟ القطن تمام؟ طيب وطلعت الوزن بتاعي 46.8 من 10 طيب الرط لقيه اللي بكام بـ 25 جنيه يبقى أنا عشان أجيب التمن هضرب الوزن بالرط اللي في السعر اللي هو تلعلي في الآخر إيه؟ 1170 جنيه ودي هتبقى رقم 2 لأن إحنا في الخطوة اللي قبلها جبنا 8 الورستد دي كانت الخطوة رقم 1 يبقى أنا هنا تاني أنا عملت إيه في المسألة بتاعتي؟ أول حاجة جبت مجموع الأجزاء إيه يا مجموع الأجزاء؟ إن أنا جمعت الترتيب بتاعي قال لي 12 ورستد ويهي 4 قط قلت 12 زائد 4 هيسوي 16 وبعد كده جبت الوزن بالرط جبت الوزن بالرط للمين؟ أول حاجة للورستد كتبت قانون الوزن وجدت في التعويض ضفت 12 على 16 طلعت الوزن بالرط وبعد كده جبت له 8 وإحنا اتفقنا من الحلقة اللي فاتت إن دايماً أي حاجة تطلع لي بالجنيه أرقبه فأنا رقمت أول حاجة كانت بالجنيه هي 8 الورستد بعد كده جبت وزن القطن نفس القانون وبرضه بكتبه تاني وبرجع عود تاني بس نمرت القطن هتختلف الطول يستبت هيختلف وهتجيب كمان 4 على 16 اللي هو ترتيب القطن جبت وزن القطن وبعد كده بجيب له 8 يبقى دي كده الخطوة التانية نكمل طيب عايزين بقى نجيب هنا عدد الأيام ليه هنجيب عدد الأيام علشان خاطر عندي استهلاك وعندي استهلاك مكينات بالأيام وعندي أجور عمال عدد الأيام بتسوي ايه الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليوم الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليوم طيب الانتاج اليومي هنا تفتكروا كده القانون بتاعه بيسوي ايه السرعة الكل دقيقة في 60 في عدد ساعة العمل في عدد المكينات على عدد أسطر السنتي في ميه تاني الانتاج اليومي بالمتر بيسوي السرعة الكل دقيقة في 60 في عدد ساعة العمل في عدد المكينات على عدد أسطر السنتي في ميه شلت السرعة حطيت 40 60 دي عشان احول من الديئة للساعة و 8 هي عدد ساعات الوردية بتاعتي و 4 عشان انا عندي 4 ماكينات وبقسم على 16 اللي هي عدد أسطر السنتيف مية تلعتلي 24 متر انا كده جبت الانتاج اليوم عشان اطبق قانون عدد الايام عدد الايام بقى بيسوي ايه 480 اللي هو الطول الكل بالمتر على ايه على الانتاج اليوم بالمتر اللي هو 24 طلع معي 20 يوم يبقى انا كده نسترجع كده اللي احنا عملناه جبت اول حاجة مجموع الاجزاء وبعد مجموع الاجزاء جبت الوزن اللي وورستد و جبت له التمن دي كانت رقم 1 بعد كده جبت وزن القطن و جبت له التمن دي رقم 2 احتقت ان انا جيب عدد الايام عشان لقيت عندي اجور للعمال فجبت الانتاج عدد الايام بتساوي الكمية المطلوب انتاجها على الانتاج اليومي الكمية المطلوب انتاجها عندي اليوم الانتاج اليومي بيساوي ايه السرعة الكل دقيقة في 60 فعدد ساعات العمل فعدد الماكينات على عدد أسطر السنتي في 100 تمام شلت السرعة وحطيت رقمها 60 نزلت زي ما هي عدد ساعات العمل حطيتها وعدد الماكينات 4 اسمت على 16 عدد أسطر السنتي ودربت في 100 طلعت كده الانتاج اليوم جبت بعد كده عدد الايام اللي هتساوي الكمية المطلوب انتاجها الانتاج اليومي طلع معي 20 يوم نبدأ بقى في الأجور يبقى احنا كده جيبنا اللي احنا رقمناهم من كل اللي احنا قلنا ده هو 8 الصوف و 8 الورست لان هم يدول الوحيدين اللي طلعولي بالجنيه طب نبصي بقى ونكمل مع بعض بقية الأجور عندي أول حاجة أجرة الصوف اللي هي أجرة لف وتدوير الصوف قال لي الرطل بجنيه طب أنا عندي الصوف كام رطل عندي 280 و 18 هضربها في واحد لانه قال لي بجنيه هيطلع لي 280 و 18 من 10 جنيه ودي هتبقى رقم 3 بعد كده عايزة يجيب أجرة لف القطن أنا عندي 46 و 18 من 10 رطل قطن والرطل بجنيه يبقى 46 و 18 من 10 جنيه ودي هتبقى رقم 4 أجرة التشغيل عرفنا بقى احنا نحتاجنا الأيام لأنه قال لي هنا أجرة التشغيل كام 40 40 جنيه عندي في اليوم يبقى أنا عندي هنا 40 في 20 وعندي عدد أي الماكينات بتاعتي أو عدد اللي العمال بتوعي تلعولي 1600 جنيه نكمل استهلاك الماكينات استهلاك الماكينات قال لي 3 جنيه في اليوم وأنا عندي الاستهلاك بتاعي عندي مكانتين وعندي 20 يوم يبقى 3 أو 2 في 3 في 20 2 في 3 في 20 اللي هو عدد الماكينات فيه الاستهلاك بتاعي الرقم اللي بالجنيه في اليوم طلعت 120 جنيه ودي رقم 6 أجرة التفصيل قال لي الفستان الواحد بتلاتة جنيه ونص الفستان الواحد تلاتة جنيه ونص ضربناهم في بعض وأنا عندي كامفستان 192 يبقى 3 ونص في 192 هتطلع لي 672 جنيه ودي هتبقى رقم 7 طيب عندي بعد كده جملة التكاليف طبعا عندي المصاريف بتاعتي طلعت 354 من 10 جملة التكاليف هجمع كل اللي أنا رقمته ده من أول رقم واحد لغاية الإخر اللي هي إيه الأرقام اللي قدامي اللي قدامي دول كلهم عبارة عن إيه عبارة عن 8 خامات الصوف الورستيد 8 خامات القطن أجور تشغيل أجر تلف وتدوير للقطن سواء وأجر تلف وتدوير كمان ليه الورستيد وعندي أجور عمال عندي استهلاك مكينات كل ده جمعت وضفت على 354 من 10 اللي هي المصاريف وطلعت الرقم أنا كده جبت جملة التكاليف تمام؟ عايزة آخر حاجة عندي هجيبتها منبيع الفستين بعد إضافة الأرباح هضرب في نسبة الربح عالمية على عدد القطع وطلعت لي 79 و 1 من 10 تقريبا اللي أنا ممكن أخليها 79 يبقى إحنا هنا تاني المسألة بتاعتنا كان مطلوب مني إنتاج 192 فستين 192 فستين ده كان مديني طول كل فستين بتاعها وقال إن هي نوعين إيه هم النوعين بتوعي؟ كانوا قطن و صوف ومديني ترتيب مديني 12 سطر صوف و 4 سطر قطن جمعتهم مع بعض أول خطوة عندي إن أنا جبت مجموع الأجزاء بعد ما جبت مجموع الأجزاء جبت وزن الصوف الأول وبعد كده تمنه وبعد كده جبت وزن القطن وتمنه وبعد كده بدأت أجيب الأجور بدأت من أول عدد الأيام عشان أجيب الأجور للعمال وبعد كده استهلاك ماكينات وبعد كده بدأت أجيب أجرة التفصيل وضفت المصاريف الغير مباشرة ويجمعت المسألة بتاعتي وجبت سمن بيع الفستين طيب التمرين ده ده تمرين رقم 2 صفحة 54 وزي ما اتفقنا دايما إن احنا بنراجع من الكتاب الأرقام بتاعتنا عشان لو فيها أي استفصار بيقول لي إيه يراد إنتاج 600 متر هنا إداني عدد الأمطار إداني عدد أمطار ما إدانيش عدد قطع طيب نسترجع كده الخطوات بتاعتنا الخطوات بتاعتنا كانت بتقول إيه أول خطوة مجموعة الأجزاء والخطوة اللي بعدها كانت بتجيب الطول الكلي بالمتر أنا هنا مش يحتاج إن أنا أجيبه لأنه قريدي مدهولي 600 متر من قماش تريكم لتفصلها بلوزات يبقى هنفصلها إيه؟ بلوزات طول البلوزة الوحدة 3 متر البلوزة الوحدة طولها 3 متر بعرض 60 سنت يبقى العرض على الماكينة 60 سنت جوج عشرة الإنجليزي من الوجهين بس هنا أداني حاجة جديدة بقى مديني ترتيب إبر إيه ترتيب الإبر اللي مدهولي؟ قال لي 3 إبرة داخل الشغل و2 خارج الشغل يبقى أنا هنا مديني فيه ترتيب إبر 3 إبرة داخل الشغل و2 خارج الشغل طول الغرزة 75 من 100 سنت وعدد أصل السنت 8 والخط المستخدم رقم 40 تيكس نقف هنا بقى دقيقة ده هو هنا قال لي 40 تيكس 40 تيكس دي يعني قانون مختلف تماما إيه هو القانون المختلف تماما في الحالة دي بيبقى الوزنة عندي بالكيلو جرام عبارة عن إيه؟ العرض بالسنت في 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجو في طول الغرزة في عدد أس طول السنت في طول الأمش بالسنت على 100 بالمتر يبقى كده الطول بالمتر بس طب وبضيف كمان فوق إيه؟ بضيف النمراتيكس وبقسم تحت على ألف في ألف إيه الألف الأولانية وإيه الألف الثانية؟ الألف الأولانية دي سابت التكس احنا عارفين إن الطول السابت بتاعه ألف طب وإيه الألف التانية؟ عشان أحاول الوزن من جرام إلى كيلو جرام طب وله هو كان ميدهالي دينيار ما قال ليش تكس قال لي دينيار يبقى في الحالة دي الألف اللي تحتها تبقى إيه؟ 9000 اللي هي الطول السابت لأن احنا وغدين في سنة تانية في المؤيسات برضو إن الطول السابت للدينيار 9000 والطول السابت للتيكس ألف طيب نكمل مع بعض وقال لي عندي كمان سعر الكيلو 30 جنيه آه بصوا هنا جاب لي بالكيلو بقى ما جاب ليش بالرطل ليه؟ لأنه هو بدم تكسب أنا طبيعي هطلع الوزن بالكيلو يبقى مش هينفع يقول لي 8 الرطل أجرة اللف 1 جنيه للكيلو وأجرة التشغيل جنيه ونص للمتر أجرة اللف وتدوير اللي هو هينلف الخط بتاعنا بقد إيه؟ بواحد جنيه للكيلو وأجرة التشغيل جنيه ونص للمتر أجرة القص يعني العامل اللي هيجي قص بيقول لي هياخد 50 جنيه لكل عشر بلوزات يعني كل عشر بلوزات هياخد عليهم 50 جنيه أجرة الكي 90 قرش للقطعة يبقى أنا عندي هيبدأ أما ييجي يكوي أو العامل اللي بيكوي هياخد على القطعة 90 قرش بيقول لي يضاف مبلغ 586 جنيه مصريف 586 جنيه مصريف اللي هي المصريف طبعاً لغير إيه؟ مباشر بدينا هنا استهلاك خمات واحد 528 من ألف كيلو إيه الاستهلاك خمات ده؟ خيوط تقطعت خيوط مش مظبوطة يبقى ده اسمه استهلاك خمات بدل ما كام الدهولي نسبة الدهولي رقم وطبيعي بدل ما الدهولي رقم يبقى أنا بضيفه يبقى أنا هالمطفرود مني هيجيب الوزن وبعد ما بجيب الوزن بضيفه عليه الاستهلاك وهو ده اللي أنا بجيب له التمن وبعد كده بجيب له الأجور وبكمل بقية مسألة تعدي طالب مني إيه بقى؟ طالب مني سمن بيع البلوزة بعد إضافة أرباح 25% تاني نبص كده المسألة قال لي مطلوب إنتاج إيه؟ 600 متر ما الدليل إيش عدد بلوزات ده هو هياخد القماش ده وهيبدأ بعد كده يفصلوا لبلوزات وقال للبلوزة الوحدة طولها 3 متر يبقى أنا خطوات الحل عندي لو جيت أجيب الطول الكلي أنا مش محتاجه لأنه هو أوريدي مديني الطول الكل يبقى هو هنا عايز 600 متر هنفصلهم بلوزات يبقى أنا في الحل بتاعتي ده أنا هحتاج أن أنا اللي أجيب العدد لأنه هو هنا مديني الطول طب وقال لي كمان حاجة جديدة أنا مش وقدة عليه قال لي أن فيه ترتيب إبر إبر دخل الشغل وإبر خارج الشغل طبعا إبر خارج الشغل يعني إبر مش شغال يعني ملهاش أي علاقة بالموضوع لا بتطلع ولا بتاخد خيط ولا بتعمل غرزة يعني ملهاش لازمة طب أموال هو إلي لي لازمة عندي التلاتة اللي شغلت يبقى أنا هعمل هنا مجموعة أجزاء عشان عندي ترتيب إبر طب وقال لي كمان حاجة جديدة قال لي إيه الحاجة الجديدة اللي عندي قال لي إنها تيكس طيب وإنها تيكس دي يعني قانون تاني خالص يبقى أنا المسألة عندي هنا شملت أكتر من فكرة شملت إن هو أول حاجة الداني طول ما يدانيش عدد يعني فيه إمكانية إن يجيلي طول ما يجيليش عدد الداني ترتيب إبر وزي حاجة جديدة والداني كمان إن نوع الخامة تيكس والداني بعد كده الأجورة عادي خالص وطالب مني تمن بيع البلوزة بعد إضافة الأرباح طيب هنبدأ مع بعض بقى نفتكر خطواتنا الستة اللي احنا اتفقنا عليهم من بداية شغلنا في تكليف الانتهي إيه هم الخطوات الستة مين حافظ ويفكرنا أول خطوة كانت عندي إيه مجموع الأجزاء برافو علي مجموع الأجزاء أهي يبقى أول خطوة فعلا في الحل هجيب مجموع الأجزاء بجيب مجموع الأجزاء ليه مجموع الأجزاء ليه مين المرة دي للإبر ليه بجيب مجموع الأجزاء للإبر لأنه هو قال لي 3 إبر شغالة أو داخل الشغل و2 إبرة خارج الشغل يبقى مجموع الأجزاء عندي هتساوي 3 زائد 2 هتساوي 5 طيب الخطوة اللي كانت بعد كده المفروض الطولي الكلي انا مش محتاجاها خلاص هو هنا مديني فعلا already الطولي الكلي 600 متر طيب الخطوة التانية بقى هجيب الوزن بس هنا بقى مش هجيب الوزن بالرطل لا ده انا هجيب الوزن بايه الوزن بالكيلو جرام ليه هجيب الوزن بالكيلو جرام عشان قال للترقيم تكس يبقى العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة اللي هي طه فعدد اسطر الصانتي في طول القماش بالسانتي وعلى 100 عشان يبقى بالمتر وبدرب فوق في النمرة اللي هي نمرة الخيط وتحت 1000 في 1000 وقلنا الالف الاولانية هي ثابت التكس والالف التانية هي تحويل الوزن من جرام الى كيلو جرام طب نكمل تمام هشيل هنا العرض بتاعي وهحط عرض القماش 60 2 على 5 الجوج عشرة عدد الاوجه هو 2 طول الغرزة 75 من 100 عدد اسطر الصانتي 68 وعندي الطول بتاعي 600 متر هضربهم في 100 لان هو بيقولي طول بالسانتي ونمرة الخيط عندي 40 اهي موجودة عندي فوق اهي دي كده نمرة الخيط التكس وهضرب كمان في 3 على 5 ايه التلاتة على خمسة دي هي ترتيب الابر التلاتة دي هي ترتيب الابر اللي داخل الشغل والخمسة دي هي مجموع الاجزاء طيب المية دي ايه عشان احول الطول لمتر الالف الاولانية قلنا ان هي ثابت التحويل بتاعة العايزين نحول من جرام الى كيلو جرام والالف التانية هي ثابت الطول التكس بتاعي او العكس مش هيفري اهم حاجة من الاتنين تحت طلعت لي 41.472 من الف كيلو جرام يبقى انا كده طلعت الوزن بالكيلو جرام للتكس لا ده قال لي كمان عندي كاستهلاك ايه هو الاستهلاك اللي عندي قال لي نسبة استهلاك 1.528 من الف 1.528 من الف ده ايه الاستهلاك بتاعي يبقى الاستهلاك هيطلع بقى الوزن الخيط بعد الاستهلاك 43 كيلو جرام يبقى تاني هنعيد تاني اللي احنا عملناه في المسألة بدايتها اول حاجة قال لي مطلوب انتاج 600 متر يبقى اول خطوة عندي ما قال ليش عادة كتا قال لي طول طب تمام ما فيش مشكلة لكن قال لي هنا فيه ترتيب ابر 3 ابرة داخل الشغل و2 ابرة خارج الشغل طبعا التلاتة هي دي اللي انا بشتغل عليها طب واللي اتنين ما لهاش علاقة بالموضوع لانها مش شغلة قال لي كمان ان نوع الخاماتيكس نوع الخاماتيكس يبقى انا هستخدم قانون تاني ايه هو القانون التاني بيبقى فيه الوزن بالكيلو جرام الوزن بالكيلو جرام طيبه ايه بيقول ايه القانون ده بيقول العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزة في عدد اسطر السانتي في طول القماش بالسانتي على 100 طب ما هو كل ده اللي احنا خدناه قبل كده بس مش هضيف 35 على 32 لان انا عايزة الطول يقوم بالمتر هضرب فوق في النمرة اللي هي نمرة الخيط اللي هي النمرة تيكس طب وهقسم تحت على ايه هقسم على 100 عشان احولها المتر والف عشان احولها الكيلو جرام والالف التانية اللي هي ثابت بتاعت بتاعت تيكس طب لو كانت دينيار كنت في الحالة دي هعمل ايه نفس القانون بالزبط بس بدل النمرة تيكس هتبقى النمرة دينيار وبدل الالف اللي هي ثابت بتاعت التيكس هتبقى 9000 لان طول الثابت ليه الدينيار 9000 طيب ولو فيه ترتيب ابر برضو هنعمل ترتيب ابر وفعلا فيه مسألة في الكتاب دينيار وفيها ترتيب ابر يا ريت نحل كل المسائل طيب بعد كده شيرت كل كلمة كل كلمة عندي في القانون وحطيت الرقم بتاعها اللي عندي في المسألة طلعت فعلا الوزن بالكيلو جرام وما ننساش وانا بجيب الوزن حطيت ترتيب الابر اللي هو 3 على 5 اميني التلاتة قلنا انت تلاتة الابر شغل بعد ما جبت الوزن بالكيلو جرام قال لي عندك استهلاك حطيت الاستهلاك لان انا ما ينفعش اشتغل بوزن خيط غير لما بضيف الاستهلاك ضفت الاستهلاك بتاعي يبقى انا كده جبت الوزن للكمية كلها بتاعتي وابدأ اكمل بقية المسألة بتاعتي نبص مع بعض اول حاجة جبنا التمن تمن ايه تمن الخيط بتاعي اللي هو تمن الكيلو جرام او التكس بتاعي اللي احنا طلعناه بعد الاستهلاك تلاتة واربعين كيلو طب لو استرجعنا المسألة هلاقي ان هو ايه اللي الكيلو كام بتلاتين جنيه يبقى تلاتة واربعين فيه تلاتين بقى الف متين وتسعين جنيه الف متين وتسعين جنيه طيب نبدأ بعد كده بقى في الاجور طيب رقم اتنين اجرة اللف قال لي اجرة اللف في واحد جنيه للكيلو بتاعي طب انا عندي كام كيلو تلاتة جنيه بقى تلاتة جنيه في واحد بتلاتة جنيه ودي هتبقى رقم اتنين وزي ما احنا اتفقنا اي حاجة تطلعلي بالجنيه برقم طيب عندي بعد كده اجور التشغيل بيقول لي اجوري التشغيل قال لي ايه في المسألة قال لي المتر بواحد وخمسة من عشرة جنيه طب انا عندي كم متر اه هنا هستخدم عدد الامطار عدد الامطار عندي كم؟ 600 يبقى 600 في واحد ونص هتساوي 900 جنيه وتبقى دي رقم 3 يبقى اول حاجة جبت 8 الخامات جبت 8 الخامات ازاي؟ ضربت الوزن بتاعي اللي هو 43 كيلو في 8 الكيلو اللي هو 30 طلعت 1290 بعد كده الخطوة التانية جبت اجوري التلف الكيلو كام بجنيه وانا عندي كم كيلو؟ 43 يبقى 43 في واحد ب43 جنيه ودي كانت رقم 2 اجوري التشغيل هنا بالامطار قال لي المتر جنيه ونص طب انا عندي كم متر؟ عندي 600 متر يبقى 600 في واحد ونص ب900 جنيه وزا ما اتفقنا كل حاجة بالجنيه بنبدأ نرقمه يبقى دي رقم 3 التفصيل بقى لو احنا استرجعنا المسألة اللي هيقول لي كاتب ايه؟ بيقول لي اجوريت التفصيل بواقع 50 جنيه لكل 10 بلوزات اوه 50 جنيه يعني العامل اللي بيفصل ده على كل 10 بلوزات هياخد 50 جنيه على كل 10 بلوزات هياخد 50 جنيه طب وانا عندي عدد بلوزات يا شباب انا ما عنديش عدد بلوزات انا عندي طول كلي اللي هو كان 600 متر وعندي طول بلوزة اللي هو 3 متر يبقى انا اقدر اجيب عدد البلوزات يبقى اول خطوة عندي عشان اجيب اجوري التفصيل انا لازم اجيب عدد البلوزات هو ما قال ليش هاتيه بس انا مجبرة ان انا اجيبها عشان اجيب اجوري التفصيل يبقى هو هنا جاء لي اجوري التفصيل ان العامل اللي بيفصل على كل 10 بلوزات هياخد 50 جنيه انا ما عنديش عدد بلوزات ورغم عن ذلك انا مجبرة ان انا اجيب عدد البلوزات ليه مجبرة ان انا اجيب عدد البلوزات عشان أقدر أجيب أجور التفصيل هو ما قال ليش هاتي عدد بلوزات بس أنا لازم أجلها تمام يبقى هنبص معي الخطوة اللي جاية عدد البلوزات هتساوي 600 اللي هو الطول الكلي على 3 اللي هو طول البلوزة بالمتر يبقى عدد البلوزات هتساوي الطول الكلي على طول البلوزة لا ممكن كمان أجيب عدد البلوزات عن طريق الوزن لو أنا عندي وزن البلوزة يبقى الوزن الكلي على وزن البلوزة لكن أنا عندي هنا طول وعندي طول البلوزة عشان كده خدت القانون ده يبقى عدد البلوزات هتساوي الطول الكل على طول البلوزة اللي هي 600 على الثلاثة هتطلع 200 بلوزة طيب نيجي بقى لأجرة القص هو قال لي ايه قال لي 50 جنيه لكل 10 بلوزات يبقى أجرة القص هتساوي 200 في 50 على 10 200 اللي هم عدد البلوزات 50 اللي هو 50 جنيه وال10 بلوزات اللي هو بيفصل هتطلع 1000 جنيه ودي رقم 4 يبقى احنا كده اول خطوة عندي في المسألة نسترجع كده اللي احنا عملناه تاني اول خطوة جبت مجموع الأجزاء للإبر جمعت 3 زائد 2 بعد كده جبت ايه جبت الوزن بالكيلو جرام انا بحاول استرجع دايما وانا شغالي المسألة عشان ما اتهوش مني لان المسألة طويلة والخطوات كتيرة وعشان كده بيبقى عليها درجات كتير لان كل خطوة من اللي احنا عاملينها دي عليها درجة فلازم نستغل كل الخطوات دي ان احنا نلم كل الدرجات بعد كده جبت الوزن بالكيلو جرام عشان عندي ده ترقيم تيكس بعد ما جبت الوزن بتاعي ضفت كمان لاستهلاك الاستهلاك اللي هو مدهوني وبدأت اجيب تمن التكس بتاعي او تمن الكيلو بتاعي دي كانت رقم واحد وزا ما اتفقنا كل رقم بيطلعلي بالجنيه برقم ليه برقمه عشان لما اجيب جملة التكاليف هجمع كل الارقم تمام يبقى اول حاجة جبت تمن الخامات بتاعتي الخطوة التانية جبت اجرة اللف والتدوير اللي هو مدهاني الخطوة التالتة جبت الاجور التشغيل اللي هو قال لي بالمتر المتر بجنيه ونص فقد ربطها في عدد الامطار وبعد كده عايزة اجيب اجور التفصيل لكن انا ما عنديش عدد البلوزات لان هو ايلي اجرة التفصيل 50 جنيه لكل 10 بلوزات اضطريت هنا ان انا اجيب عدد البلوزات اللي هو عن طريق الطول الكلي على طول البلوزة الواحد لا فيه قانون تاني بيقول لي عدد القطع بيساوي الوزن الكلي على وزن البلوزة الواحد لكن امتى انا اخد دقة واخد دقة حسب معطيات المسألة يبقى هو هنا من جنيه طول كل وطول بلوزة اضطريت ان انا اخد الاولين لو كان عندي وزن كل ووزن بلوزة قد تخطر قانون التاني جبت كده عدد البلوزات اسمت الطول الكلي على طول البلوزة يبقى تلاقيك لمتين بلوزة بعد كده عايز اجيب الاجور بتاعتي التفصيل هضرب المتين بخمسين جنيه واسمت على عشرة اللي هم عدد البلوزات ورقمنا زي ما احنا شايفين بقت رقم اربع نكمل نكمل مع بعض بعد كده اجرة الكي بيقول لي اجرة الكي البلوزة بتسعين قرش البلوزة بتسعين قرش طب انا عندي كم بلوزة انا عندي متين بلوزة انا عندي متين بلوزة يبقى متين في تسعين على مية ليه على مية عشان احول القرش الى جنيه عشان احول القرش الى جنيه طب ويه المتين المتين بتاعت اللي هي عدد البلوزات لانه وقال البلوزة تسعين قرش يبقى متين في تسعين على مية هتطلع لي مية وتمانين جنيه ولو نفتكر كده ان اللي قبلها كانت رقم اربعة يبقى دي رقم خمسة عندي بعد كده المصاريف اللي هو مدهالي اللي هي 500 86 80 جنيه دي رقم 6 رقم 6 هنبدأ مع بعض بقى جملة التكاليف بتاعتي ايوه او الوحدة دي ايوه جملة التكاليف دي اللي هي ايه 8 الخامات بتاعتي 8 الخامات طيب والتانية دي اللي هي ايه 43 دي اللي هي ايه رقم 2 اللي هي اجرت اللف بتاعتي او لف وتدوير الخيط تمام طيب وقيد 900 دي 900 دي اللي هي ايه اجرت التشغيل اللي هي بعدد الامطار تمام طيب وقيد والألف دي ايوه والألف دي اللي هي اجرت التفصيل تمام طيب وقيد 180 دي 180 دي اللي هي اجرت الكي طيب وقيد 586 هي المصاريف اللي انا قديني يبقى لو احنا جينا عدناهم هلاقيهم 6 ارقام ب6 بنود طيب انا عايزة اتأكد ان انا ماشي صح عايزة اتأكد ان انا منستش ولا اجرى هعمل ايه هبدأ اجمع كل الرقم جنيه اللي موجودة عندي في المسألة يعني احنا وصلنا هنا لغاية رقم 6 ابدأ انتو بقى جمعوا كم جنيه كلمة جنيه ذكرت في المسألة لو لقتيها 6 مرات كلمة جنيه دي ذكرت 6 مرات يبقى انا ماشي صح لقناها اكتر او اقل يبقى انت في حاجة مشكلة عندك في المسألة يبقى لازم انا هنا براجع على نفسي وانا شغالة في الامتحان براجع بدل ما افضل شغالة لغاية اخر المسألة وفي الاخر اكتشف ان فيها غلط يبقى انا هنا براجع مع نفسي عشان اتأكد ان انا ماشي صح وصلت الاخر المسألة لقيتهم 6 ارقام او رقم 6 هراجع بقى كل الارقام اللي في المسألة اللي فيها جنيه واشوف عددهم كام بتلع عددهم 6 يبقى انا كده تمام ومش نسي اي حاجة بتلع رقم 5 ابدأ اراجع تاني المسألة واشوف ايه الرقم اللي نعقص ونحاول دايما ان واحنا بنحسب على الالة ان انا اضرب على الالة اكتر من مرة ليه اضرب على الالة اكتر من مرة عشان اتأكد ان الرقم اللي طالع مظبوط لان اليد عمرها ما تغلط نفس الغلطة مرتين بيحس ان هيها تطلع لك نفس الناتج الغلط مرتين يبقى لو انت اول مرة طلعتي ناتج والمرة التانية تلع ناتج يبقى انت كده في حاجة غلط يبقى بنعمل مرة تلت لكن اول مرة هطلع ناتج والمرة التانية هطلع نفس الناتج يبقى احنا شغالين صح يبقى نحاول دايما واحنا شغالين ان احنا بنحسب مرة واثنين على الالة عشان ممكن في اي وقت اغلط وانا بحسب وتيتبقى مشكلة عندش طيب احنا هنا جده جملة جملة التكاليف هتطلع تقريبا 3999 جنيه فاحنا قربناها وحطينا الجنيه ده من عندنا يبقى يقولنا بالتقريب هتبقى 4000 جنيه طيب بعد كده عايزيني جيب تكلفة البلوزة تكلفة البلوزة احنا اتفقنا ان هي بتسوي ايه جملة التكاليف على عدد البلوزات جملة التكاليف على عدد البلوزات جملة التكاليف عندي طلعت ال4000 وعدد البلوزات عندي 200 هتطلع 20 جنيه واخر حاجة عندي اهي ثمن بيع البلوزة يبقى 20 في 125 على 100 اللي هي نسبة الارباح بتاعتي اللي قال لي 25 في المية هتطلع 25 جنيه طيب يبقى احنا كده مسألتنا دي كانت مسألة جميلة جدا كانت مسألة دسمة فيها افكار جميلة قوي ايه الافكار اللي كانت فيها كان فيها تكس كان فيها ترتيب ابر كان فيها طول قماش مش مدين عدد قطع وبدأت انا امشي بالخطوات بتاعتي خطوة خطوة اول حاجة جبت مجموعة الاجزاء للابر بتاعتي 3 زائد 2 هتسوي 5 بعد كده جبت الوزن الكلي بس هنا الوزن بالكيلو جرام عن طريق قانون الوزن بالكيلو جرام للتكس اللي هو بيسوي ايه العرض بالسانتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجو في طول الورزة في عدد اسطر السانتي في طول القماش بالسانتي عالمية وبكتب فوق نمرت الخيط وبقسم تحت على الف مين الالف دي هو ثابت التكس والالف التانية هي تحويل بتاعتي من جرام الى كيلو جرام جبت الوزن بالكيلو جرام وبعد كده دفت له الاستهلات بعد ما جبت الوزن باضافة الاستهلات جبت له التمن ودي كانت رقم واحد عندي ليه رقم واحد لانها بالجنيه واحنا اتفقنا من البداية خالص من اول ما بدأنا مع بعض منهج الموايسات قلنا ان كل رقم بالجنيه هيطلع هبدأ ارقامه معيه طيب بعد كده جبت اجرة اللف والتدوير اللي هو قال لي جنيه للكيلو بعد ما جبناها يبقى ده رقم اتنين بعد كده جبنا اجرة التشغيل اللي هي بعدد الامطار ضربنا عدد الامطار في اجرة التشغيل وهو مدهل اللي هي واحد ونص طلعت اجرة التشغيل بعد كده قال لي اجرة التفصيل خمسين جنيه لكل عشر بلوزات في الحالة دي كان لازم اجيب عدد البلوزات طب انا عندي عدد البلوزات هجيبها ازاي عن طريق الطول الكلي على طول البلوزة الوحدة أو الوزن الكلي على وزن البلوزة الوحدة هشوف إيه اللي معلوم عندي يعني الطول أو الوزن هما الاثنين موجودين لكن هبص بقى للمقام المقام إيه هشوف عندي الطول ولا عندي الوزن لو عندي الطول هطبق القانون الأولين لو عندي الوزن هطبق القانون التاني لقيت عندي الطول فطبقت فعلا القانون الأولين اللي هو الطول الكلي على طول البلوزة الوحدة طلعنا عدد البلوزات وبعد كده جيبنا أجرة التفصيل بتاعتي قال لي اجرة الكاي 90 قرش للبلوزة دربت عدد البلوزات في 90 على 100 عشان انا باشتغلش بالقرش انا باشتغل بالجني ورقمته المصاريف الادارية بتاعتي او النسرية بتنزل رقم زي ما هو مدهوني بالزبط ما بعملش فيه اي حاجة هو اداني رقم الرقم ده هو اللي بيتحط وببدأ اجمع الارقام بتاعتي كلها جمعت جملة التكاليف يبقى انا بعد كده بجيب تكاليفة البلوزة الوحدة وبعد كده اجدفت نسبة الارباح يبقى احنا كده غطينا اكبر عدد من الافكار من مسائل المؤسسات اللي موجودة في الكتاب طب نبص بقى المسألة اللي جاية عندنا دي وهسيبها لكم بقى انتم اللي تحلوها المسألة بتقول لي ايه التمرين ده صفحة 76 بيقول لي مطلوب تشغيل مطلوب تشغيل 40 فستان يبقى انا عندي العدد هنا كام 40 فستان اداني عدد المراضي مدانيش طول طيب طول الفستان الواحد كام 3 متر الفستان الواحد طوله 3 متر طيب العرض بتاعه كام 80 سنتي عرض الفستان على الماكينة 80 سنتي الماكينة نمرت 12 انجليزي الانين من الوجهين ممكن على فكرة ما يقوليش من الوجهين ممكن يجي يقول لي مثلا القماشة كانت دربي يبقى في الحالة دي اعرف على طول انها من الوجهين قال لي القماشة جرسي بعرف ان هي وجه واحد يبقى معلومة عدد الاوجه دي ممكن يديني تكاية كده في المسألة استنتجها منها استنتجها منها ازاي لو هو قال لي نوع قماشة معين اعرف على طول ان النوع ده وجهين ليه لان انا عندي قماشة واحدة بس اللي احنا درسناها اولى وتانية وتالتة هي اللي وجه واحد هي الجرسي يبقى لو قال لي جرسي اعرف على طول انها وجه واحد لكن لو قال لي نوع تاني قال لي دربي كتليه نصف انجليزي انجليزي ايا كان نوع الغرزة يبقى في الحالة دي بقوله ان هي ايه وجهين طيب نكمل قال لي طول الغرزة 3-4 سنتي طول الغرزة 3-4 سنتي يعني 75% وعدد أسطو السنتي 16 قال لي التشغيل يتم بترتيب 10 سنتي صوف ورستد نمريته 18 ثمن الرطل منه 20 جنيه يبقى أول نوع عندي ورستد الورستد دو بترتيبه إيه 10 سنتي ونمريته 18 ثمن الرطل منه كام 20 جنيه وبعد كده 4 سنتي قطن يعني بعد العشرة سنتي ورستد فيه 4 سنتي قطن نمريتهم كام؟ نمريت القطن ده كام 12 ثمن الرطل منه كام؟ بتاعي القطن عندي 15 جنيه استهلاك خامات 5% وبدأ قال لي 5% وسكت يبقى معنا كده أن هي للنوعين لكن لو في استهلاك معين يعني كل خامة مختلفة عن التانية كان قال لي القطن كذا والورستد كذا قال لي يستخدم للخياطة بقرة لكل خمس فساتين يعني بقرة واحدة بتعمل لي خمس فساتين ويسمن البقرة 2 جنيه ثمن البقرة 2 جنيه الانتاج يتم على ماكينة سرعتها 40 سطر لكل دقيقة يبقى الماكينة عندي كمان لها سرعة بدأ ما أنا لقيت كده الماكينة عندي لها سرعة أعرف على طول أن أنا لازم أجيب عدد أيام على طول طيب سرعتها 40 سطر لكل دقيقة ساعة العمل 10 ساعة وأجرة اللف واحد جنيه من النوعين يبقى أنا عندي سواء كان صوف أو قطن أجرة اللف بتاعته كام جنيه من النوعين أجرة التشغيل للعامل آه بص بقى هنا إيه أجرة التشغيل للعامل إيه 3 جنيه في اليوم عرفنا بقى هنا إن إحنا لازم نجيب عدد الأيام على طول أول ملاقي أجرة التشغيل للعامل وباليوم أعرف على طول إن أنا لازم أجيب عدد الأيام هما يا شباب مش هيقول لي وجيدي عدد الأيام هو هيسيبني عشان أغلط يبقى أنا لازم أبقى فهمة إن أنا أول ملاقي كلمة أجور عمال أعرف على طول بدأم هي أجور عمال باليوم أعرف أن أنا هجيب عدد الأيام وفي نموزة يجي الإجابة بيقى محطوطة عليها درجة مع أنها ممكن تجيب ومش مطلوبة يعني هو ما قال ليش هاتي عدد الأيام بس أنا لازم أجيبها عشان أجيب أجور العمال أول ملاقي كلمة أجور عمال وباليوم أعرف أن أنا هجيب عدد الأيام طب نكمل مع بعض قال لي أجرت التفصيل 5 جنيه للفستان أجرت التفصيل 5 جنيه للفستان طب أنا عندي كم فستان هنا؟ أيوة عندي 40 فستان عندي 40 فستان طيب نكمل مع بعض قال لي استهلاك ماكينات ومصاريف 20 جنيه عندي الاستهلاك كام ومصاريف 20 جنيه يعني مبلغ 20 جنيه هيتضاف زي ما هو الأرباح 20% المطلوب عمل مؤيسة لتحديد ثمن بيع الفستان هو قال لي هنا بقى مؤيسة وسكت قال لي مؤيسة وسكت دي يعني هبدأ أمسك المسألة من بدايتها إيه هي بداية المسألة عندي؟ أول حاجة هقول له مجموع الأجزاء طبعا أنا هشرح لكم المسألة وهسيبكوا أنتوا اللي تحلوها وفي الآخر هتبعتولي الناتج هتقولولي ثمن بيع الفستان ده بعد ما حلته المسألة ثمن بيع الفستان بعد إضافة الأرباح هتبعتولي وتقولولي طلع كام عشان أقول لكم إذا كان صح ولا غلط يبقى أول حاجة هجيب مجموع الأجزاء إيه يا مجموع الأجزاء عندي؟ عندي عشرة سنتي صوف وإيه عندي كمان قطن أربعة سنتي يبقى أول حاجة في مجموع الأجزاء هقول له عشرة زائد أربعة هتساوي أربعة تشر يبقى أول حاجة جبت مجموع الأجزاء إيه العشرة؟ اللي هي الصوف ترتيب الصوف سواء كان سنتي عدد قصد وما بتفرقش معي طب وإيه اللي أربعة؟ اللي أربعة دي اللي هي ترتيب القطن طب قال لي نمرت القطن كام؟ 12 يبقى أنا في الحالة دي جبت أول خطوة مجموع الأجزاء بتاعتي جمعتها عشرة زائد أربعة تلعت لي أربعة تشر وبعد كده هجيب الطول الكل طب الطول الكل بيسوي إيه؟ عدد القطع في طول القطع طب نبص مع بعض كده عدد القطع دي كام؟ 40 وطول القطع كام؟ 3 يبقى الطول الكل هيبقى 40 في 3 هيطلع لي 120 متر الخطوة الثالثة بجيب الوزن بالرط عندي هنا صوف وعندي قطن يبقى أنا لازم أجيب وزن الأولين الأول أجيب وزن الصوف هجيب وزن الصوف إزاي؟ عن طريق قانون الوزن بالرط اللي هو العرض بالسانتي 2 على 5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة في عدد أسل والسانتي في طول القمش بالسانتي على 100 هضرب في 35 على 32 وتحت نمرت الخيط اللي هو ميد دهاني هنا 18 وبما أن ده ورستيد يبقى 560 اللي هو الطول السابت وعندي استهلاك خمات 5% يبقى بضرب في 105 على 100 تمام؟ تمام جبت وزن الورستيد طب قال لي بقى 8 الرطل منه كام؟ قال لي 20 جنيه يبقى وزن الورستيد هضربه في 20 وتبقى دي أول حاجة عندي طلعت لي بالجنيه وهي رقم واحد زي ما عملت للصوف هبدأ أعمل للقطن عن طريق قانون الوزن بالرطل برضو هتطبق نفس القانون وهطلع الوزن بالقطن وبرضو هضيف نفس الاستهلاك بتاعي اللي هو 105 على 100 بس ما ننساش تحت وإحنا بنغير نمرت الخيط من صوف لقطن ما ننساش حاجة مهمة قوي إن أنا كمان أغير الطول السابت لأن أنا عندي طول السابت للورست 560 لكن للقطن 840 يبقى أنا هشيل النمرة تحت من صوف هخليها قطن اللي هو نمرته هنا هي 12 وهخلي بدل 560 الورستيد هخليها قطن يعني 840 طلعت وزن القطن وبرضو هجيب له الثمن يبقى أنا كده جبت وزن الصوف وثمنه دي رقم واحد جبت رقم اثنين وزن القطن وثمنه ودي رقم اثنين وقلت حاجة مهمة جدا وانت بتغير الخامة اوعي تنسوا الرقم السابت لأن الرقم السابت بيختلف عند الورستيد الرقم السابت 560 وعند القطن الطول السابت 840 يبقى أنا أول خطوة عملتها جبت مجموعة الأجزاء الطول الكل بالمت جبت وزن الورستيد وتمنه جبت وزن القطن وتمنه بعد كده هنبدأ نبص للأجور قال لي ايه ويستخدم للخياطة بقرة لكل 5 فستين يبقى أنا عايزة جيب عدد البكر عدد البكر أنا عندي كم فستين عندي 40 فستين طيب يبقى في الحالة دي هقسم اللي 40 على الخمسة هيطلعوا لي 8 بكرات البكرة بكام ب2 جنيه يبقى هضرب العدد البكر في 8 ودي هتبقى رقم 3 بيقولي الانتاج يتم على ماكينة سرعتها 40 سطر الكوليد يبقى أنا عايزة جيب عدد الأيام عدد الأيام هتسوي ايه الكمية المطلوب انتاجها هطلعوا عن طريق قانون السرعة السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعة العمل في عدد الماكينات على عدد أسطر السانتي في مي بعد ما باجيب الانتاج بتاعي أو الانتاج اليومي بابدأ اجيب عدد الأيام تمام عندي بعد كده أجرة اللف 1 جنيه من نوعين يبقى أنا هجيب أجرة لف السوف وتمنه وهجيب أجرة لف القطن وتمنها وبرضو هرقمها وبعد كده قال لي عندي أجور العمال قال لي العامل بيشتغل قد إيه بياخد قد إيه أجرة 30 جنيه في اليوم هشوف عندي طلع كم يوم عندي طلع خمسة طلع ستة طلع سبعة زي ما هيطلع وهضرابه في الثلاثين اللي هي أجرة العامل في اليوم يبقى لدي ده رقم جديد عندي بعد كده قال لي أجرة التفصيل 5 جنيه للفستان طب أنا عندي كم فستان 40 يبقى هضرب الـ 40 في 5 وبعد كده هضيف 20 جنيه المصاريف يبقى أنا كده شرحت لكم المسألة كلها من البداية للنهاية بعد ما بجيب جملة التكاليف كلها بأن أنا هجمع من أول 8 الورستد وأجرة اللاف 8 القطن وأجرة اللاف وبعد كده حطيت الأجور كلها وحطيت كمان المصاريف الغير مباشرة لها العشرين جنيه وبعد كده بجيب التكلفة وتمن البيع بعد إضافة الربح وبكده نبقى احنا ناهينا المسألة بتاعتنا على خير ونبقى احنا كده غطينا الباب التاني كله بكل أفكاره تقريباً اللي ما بتخرجش عن الأفكار اللي احنا خدناها سواء كان وزن برات أو ترقيم متري أو تيكس أو دينير في حالة الوزن والأجور بتاعتي سهلة ومباشرة في كل المسائل أتمنى لكم النجاح دايماً وأتمنى أن تتحلوا المسألة دي معايا وتبعتولي على الصفحة على اليوتيوب بالرقم الناتج الصح عشان أقدر أقول لكم إذا كان صح أو غلط وراجع معاكم الخطوات أول بول أتمنى أن أشوفكم على خير في حلقة جديدة عشان نكمل مع بعض المكانة المستديرة وبعدين تكريف الإنتاج للتطريز ويبقى فيه وقت كمان لمراجع وحل امتحانات أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته